الجالية تتنفس السعوداء قاتل الشرطي العربي في قبضة السلطات بهذه الحلقة المباشرة سننقش عدد من النقاط المهمة أولا ملبسات هذه الحادثة بالإضافة إلى عمليات المداهمة واعتقال المجرم والقاتل والتفاصيل تتعلق بعملية الاعتقال وكيف تم اعتقال هذا الشخص وتفاصيل مهمة جدا أيضا بالإضافة إلى ذلك سننتحدث عن مراسم تشييع وتأبين الشرطي محمد سعيد فيما يتعلق بهذه الحادثة التي حصلت في الأمس نهار الأحد 21 يوليو تقريبا على الساعة 11.40 صباحا بتوقيت ولية مشيجن الأمريكية وشركة الولايات المتحدة الأمريكية وعندما كان محمد عم بيقوم بشيء اسمه باترول يعني عم بيجول بالشوارع تبع مدينة نوفلدل لمح أولئك الشخصين اللي كانوا موجودين حد مخسل للسيارات الباورواش أو الكارواش واقف حدا بريد حدا أسمعهم واحد منهم ضليه واقف والتاني هرب منهم محمد لحقوا لهذا الشخص اللي هو اسمه مايكل لباسك كيفما أنتم عرفتم من مبارح والمعلومات اللي عطيناكم إياها محمد لقته لهذا الشخص كان فيه مثل عملية صراع ما بين محمد وهيدا المجرم محمد حاول أنه هو هيدا التفاصيل عم بعطيكم إياها اليوم هي تفاصيل جديدة من خلال تواصلنا مع السلطات وقدرنا أنه نحصل على هيدا المعلومات هيدا المعلومات ما ذكرناها مبارح وبالتضي أني ما عم كرر محمد لما لقته لهيدا المجرم حاول أنه يعني يوقفه هداكا حاول أنه يعني مثل أنه ما بده محمد يلقته بودي يهرب منه محمد حاول أنه يستخدم التايزر تابعه بالوقت اللي محمد كان عم بحاول يستخدم التايزر تابعه وهيدا الشخص شيل الفرد تبعه وأوسه وهيدا الفيديو اللي عم تشوفوه قدامكن هلأ حاليا هو هيدا الفيديو عملية هروب هذا الشخص بعد ما أطلق النار على الشرطة العربية محمد سعيد أكيد هيدا الفيديوهات في عنا كتير فيديوهات رح نفرجيكم إياها اليوم في عنا كتير صور رح نتحدث عنها ومع معلومات حصرية لقناتش الأخبار أكيد هيدا الفيديو رح تشوفوا هلأ شفتوا هيدا القاتل وين هو هيدا بعد ما عمل بعملية اطلاق النار رمى الفرد اللي كان موجود معه بييده وهرب كان معه الفرد أوس محمد زدته للفرد عم بيقوله بشي مجاري أو شي ومشرتين كتير شايفين بهذا الفيديو هرب هيدا الصور اللي كانت عم تنشرة السلطات الأمنية لهيدا المجرم في محاولة لأنه هي تقبض عليه وتلقي القبض عليه بناءا على المعلومات اللي قدرنا نحصل عليها أنا كاتب نوتس كتير باللغة الإنجليزية سامحوني لأنه كت عم بحكي مع السلطات الأمنية اليوم اللي هي كانت عم بتقوم بعملية المداهمات والتحقيقات باست على المعلومات اللي أعطوني إياها يجدون أكتر من 200 معلومة عن هذا القاتل يسموها هنة 200 ليدز هنة عملوا أكتر من 40 عملية مداهمة بعدة مناطق بمترو ديترويت نحن نسميها وبعد هيدا المداهمات وصلوا مكان هذا الشخص قالوا لهم أنه هندوي موجود بالجنوب الغربي لمدينة ديترويت تقريبا كان عندهم سلطات عاملين مؤتمر صحفي خلال المؤتمر الصحفي بعد المؤتمر الصحفي بعشر دقائق تم إلقاء القبض على هذا القاتل بمدينة ديترويت رح نفرجيكم عدد من الفيديوهات لعملية إلقاء القبض عليه لهيدا الشخص أول فيديو رح نفرجيكم فيما يتعلق بوين لقطوا فتلكم على الماب يعني أنا على الخريطة رح أعطيكم بالتفصيل وين لقطوا هيدا هو المكان اللي لقطوا في للقاتل هو على شارع جبريلتر و يعني أوتس ستريت قريب من ليفر نويس ومن مشيغن أبنيو جبريلتر أيسنك اسمه أوتس متل ما نبين قدامكم على الخريطة عملية المداهمة اللي هي عملتها شرطة قابل بمعني قابلت بمعني الثلاثل الحديدية قدامكم بهيدا الفيديو تم اعتقاله لهذا الشخص دعني افرجيكم على عدد من الفيديوهات في فيديو كتير مهم اكيد هاي الصورة خلال عملية اعتقال مايكل لوباز اللي هو اطلق النار على شرطة محمد سعيد ايضا صورة اخرى لعملية الاعتقال اللي هي قامت فيها شرطة الولاية بالاضافة للشرف ديبارتمنت يعني الدائرة الشريف في مقاطعة بالاضافة للاهف تيترويت بالاضافة لعدد من الشرطة Symuk receivers elines ساتلةroph Milan بالاضافة للامر في كتير هناك ساس partic右 آ Hur شرطة الحمد تذابع المهم بالاضG اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فيديو تاني كمان فين نترجوكنا عليه انت جيد يا باس، نحن نتعلمهم لك محمد سعيد هاي دي صورته خلال يعني لما تم اعتقاله معنا فيديو تاني بس لسبب ما ما عم بقدر دقيه لهيدا الفيديو ولكن نحن معنا بعد فيديو لازم يكون عن عملية الاعتقال ما بيأثر، سامحونا بس نحن معنا فيديو بعد بس مش عارف وين الشباب حاطينه فش الفريق الاعداد طيب بما يتعلق بهيدا الشخص اللي تم اعتقاله تم نقله للمستشفى لأنه مثل ما شايفين على وجه هناك عدد من الكادمات وأصاص وحكايات أخذ نصيبه يمصل امام قاضي يتم توجيه الاعتقال بمقاطعة وين أو مركز الاعتقال بديترويت واحد من اثنين بعدين يتفرجع على قاضي يمسو الأمام قاضي يتم توجيه الاتهامات لألو على الأغلب سوف يتم توجيه الاتهام القتل من الدرجة الأولى لهذا الشخص بالإضافة إلى تهم أخرى رح ننتظر لحتى ما يعني سبق على المواضيع أنا ولكن هذا فيما يتعلق بهذا الموضوع فيما يتعلق بمحمد الله يرحمه خيو كان عم يحكي اليوم بالمؤتمر الصحفي هيدا خيو لمحمد عم يتشكل الجيلية وعم يتشكل الشرطة وعم يتذكر خيو محمد وهايك بما يتعلق به يعني تأبين وتشيع الشهيد إذا ما نسميه نحن صراحة شهيد الواجب محمد سعيد رح يكون محمد أكيد هيدا المعلومات مبدئية قدرنا نحصل عليها لم يتم الإعلان عنا إلى حد الآن ولكن المفروض أنه جسد محمد يكون يعني بي الفورد كوميونيتي ومدينة ديربوند بالسيفيك سنتر اللي هو على ميشيغن أفنيو بمدينة ديربوند نهار الخميس من الساعة 12 للساعة 8 اللي حتى يفسحوا المجال للجالية ولأصدقاء محمد ولأهل محمد وللمحبين محمد بأنه يلقوا النظرة الأخيرة عليه فبالتالي رح يكون نهار الخميس بالسيفيك سنتر فورد بمدينة ديربوند اللي هو بمدينة ديربوند من 12 إلى 8 نهار الجمعة أجان هاي دي معلومات نحن حصلنا عليها من مصادر معينة مفروض يقالنوا عنها أو بعد شوي أو بكرة الصبح نهار الجمعة رح يكون هناك مثل مسيرة بروسيشن هني بيسموها مسيرة تقبينية وتكريمية لمحمد تنطلق من السيفيك سنتر بمدينة ديربوند لمدينة ميلفندل رح ياخدوه على ميلفندل من الميلفندل بياخدوه على الجامع بجنوب مدينة ديربوند وبعدين بعض الجامع بيصلوا عليه يتم الصلاة عليه وبعد يتم الدفن بوودمير بمقبلة وودمير وودمير سيمتري وبالتالي هاي دي المعلومات اللي قدرنا نحصل عليها الخميس رح يكون بالديربون بالسيفيك سنتر من 12 ل 8 والجمعة بيعملوله مسيرة تقبينية سيارات وهيك والبوليس وسيارات البوليس بتكموه وغيره بياخدوه على من ديربوند على ميلفندل من ميلفندل برجعوه على جنوب ديربوند ساوس ديربوند وبرجع بيتم دفنه بوودمير مقبلة وودمير وودمير سيمتري هاي دي المعلومات اللي قدرنا نحصل عليها من خلال متابعتنا ومصادر قناة شل أخبار وبالتالي القبض على القاتل مايكل لوباز وهو هلا حاليا بعهدت وقبضة السلطات الأمنية في ولاية مشيقين اكيدي شمال نحكي الله يرحم محمد هاي دي صور لمحمد ب خلال أداءه واجبه هاي دي صور بعتقد بسكول كرافت لما كان عم يتخرج هاي دي صورة ايضا لمحمد وهي دي صورة كمان بتعكس هاي دي الشخصية الشخصية المرحة الشخصية الطيبة الشخصية الإدمية وأهل اليمن كلهم أوادم وأهل اليمن معروفين بتيبتهم ونفسيتهم الجميلة جدا فرحم الله محمد نتمنى أنه تصلوله وتدعوله وتخلوا أهله وأصدقائه بدعواتكم إن لله وإن إليه رجعون هاي دي كانت متابعتنا لما يتعلق بهيدي القضية في حزن وفي فرح بنفس الوقت سعيدين أنه تم القاء القبض على هذا القاتل وحزنين لفراق هذا الشب مجددا تعزنا الحارة لعائلته والأصدقاء لألجالي في ولاية مشيغان وفي أمريكا هذا كان الفيديو تابعنا لليوم يتمنى تعملون له مشاركة ومنهم تابعنا يتابعنا لايك وفولو على فيسبوك انستجرام وتيك توك وسبسكرايب على يوتيوب كما كان حسين هاشم من قناة الأخبار إلى أنقاكم بحلقات مقبلة من هذا البرنامج وبرامج أخرى إلى اللقاء وبرعاية الله